أنهت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ انتخاب هيئات مكاتبها استنادا إلى لائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور نعقاد ويبلغ عدد اللجان 14 لجنة نوعية ليبدأ بذلك المجلس في ممارسة مهامه ودوره التشريعي خلال دور النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول بعد صدور القرار الجمهوري بدعوة المجلس لانعقاد أنهت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ انتخابات هيئات مكاتبها استنادا إلى لائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد السادة الأعضاء باسمكم جميعا وباسمي أتقدم بخالص التهمية لجميع السادة المهرب الذين فازوا مناصب هيئات مكاتب الليان النوعية للمجلس داعيا للجميع بدوان التوفيق والنجاح ومواصلة العمل الجاد لإنجاز الدور المموت به لمجلسنا الموقر دستوريا ولا إحيلا وخلال الجلسة تم الإعلان عن التشكيل الكامل لهيئات مكاتب أربع عشرة لجنة نوعية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ الإجراءات وفقا للائحة تبقى في بداية كل دور انعقاد تم النهاردة دعوة اللجان للحضور للترشح وتم أعملية الانتخابات وانتهج الانتخابات تمت في المتحدث الثلاثة مقم بها مجلس الشيوخ في الفترة السابقة أعتقد أن كان لهي دور إيجابي كبير جدا داعم للدولة المصرية من خلال مؤسسة تشريعية ذات قيمة وقامة بيرقصها علم جليل المسارع عبارة عبدالراز الحالية اللي كلنا بنجله ومقدره أأمل إن شاء الله الفترة الجاية وهذا الدور الجديد أن يكون لمجلس الشيوخ أيضا مساهمة إيجابية في دعم الدولة المصرية بصفة عامة ولمزيد من الإنجازات والتنمية في مصر الحال النهاردة كان يوم نتلاج الانتخابات مبشرة معظم اللجان بالتسكية نظرا لاستقرار اللجان ومستوى تأديتها خلال دا السلاث أدوار للعقاد الماضية نأمل إن شاء الله يكون الدور الرابع ده يعني مفصلي في حياة الحياة السياسية لمجلس الشيوخ ويكون في أداء أفضل من الثلاث أدوار السابق وعقب إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية قرر المجلس رفع جلساته إلى يوم الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري اشتركوا في القناة